المهرجان الثقافي والسياحي السنوي لحمام حالمين في اتلقته الأولى بعد تعثوره العام الماضي يبدأ فعالياته الكرنفالية وساط حضوره من مختلف المحافظات المنطقة ليس بجديد عليها انتقيمة مثل هذه المهرجانات ولكن هذا المهرجان يعتبر امتداد للماضي الغديم وهذا المصيف يعتبر همزة وصل والتغاء موروث شعبي وموروث اجتماعي تلتقي فيه الناس من مناطق حالمين وردفان ويافع وضالع وكل لاحق وكل المناطق يهدف المهرجان الى تعزيز القانب السياحي لحمام حالمين وابراز المواهب الثقافية من خلال إلقاء القصائد الشعرية والأقاني والرقصات الشعبية لمنطقة شرعة المهرجان اهميته هو تكسيد سنوي نغيم الاستعراض فيه ابداعات وموهب فنية سواء في مقال الغناء سواء في مقال الرقص الشعبي سواء في وعرض للموروث الحضاري والثلاثي لهذه المناطق التي لازالت من العادات والتغاليد المتعرف عليها والمتمسك فيها هذه المناطق المحيطة في المصيف الزائرون لهذا المكان يبرزون على مدى شهر مارس النجا الحضاري والموروث الشعبي لمحافظة لحج ولكن في ظل نقص هذه الامكانيات والسمرار الصراعي في بلاد أثر سلبا على تنظيم المهرجان والجانب السياحي للمنطقة أن هذا نموذج بسيط طبعا من عادة تغاليد حالمين بسبب الظروف التي نعيشها نحن في ظروف حرب والأمور لا زالت تحتاج إلى قليل من الدعم والإمكانيات حتى يكون هناك عندنا مهرجان مستقبلي يكون أوسع من هذا سيحوي جميع الفن والتراث والعادات والتقاليد من الجانب الشعري والفني والأدبي بمختلف الاتجاهات طبعا أتت الحرب وزادت معاناة الناس بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وحتى انخفض معدل الإقبال على حمام شرعة نتيجة نقص الخدمات وعدم الاهتمام من قبل السلطة كثيرا في الفترات الماضية أثرت الحرب على الحياة المعيشية للسكان كما سهمت في توقف الخدمات الأساسية في المنطقة في ظل غياب دور السلطات الحكومية نعيك عن تأثيراتها الكارثية على القطاع السياحي وهو ما يبرز من خلال حرمان الكثير من حضور الفعالية في هذه المنطقة مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحي اشتركوا في القناة